شادي والعصفور في يوم من أيام الربيع كان الجو معتدلا والشمس مشرقة والسماء صافية قام شادي بنزهة في بستان قريب من بيته وبينما هو يتجول بين الأزهار والأعشاب سمع صوتا يناديه ويقول يا شادي تعال إلي وساعدني اقترب شادي من مكان الصوت فشاهد عصفورا يرتجف من الخوف حمله بين يديه وقال ما بك أيها العصفور الصغير ماذا تريد مني لماذا لا تطير قال العصفور جناحي مكسور يا شادي لا أستطيع أن أطير بجناح واحد خذني معك إلى بيتك وداوي جرحي أخذ شادي العصفور إلى البيت نظف جرحه وضع عليه دواء ولف الجناح بضماض أبيض أحضر قفصا فيه وسماه كوكو بقي كوكو أسبوعا في القفص وشادي يعتني به يقدم له الحبوب ليأكل والماء ليشرب حتى شفي الجرح وصار يحرك جناحيه فقال لشادي لقد صرت قادرا على الطيران وأحب أن أحلق في الفضاء فتح شادي باب القفص وقال لصديقه كوكو اذهب يا كوكو وساعد غيرك كما ساعدتك ودع كوكو شادي وقال له ما ألطفك يا صديقي ثم رفرف بجناحيه مسرورا وطار فوق الحقول والبساتين والأنهار والأودية وشاهد رفاقه العصافير تغرد على الأشجار وترفرف في الفضاء إن خفض كوكو قليلا نحو الأرض فشاهد سلحفات مقلوبة على ظهرها وهي على وشك السقوط في الهاوية اقترب منها فوجدها تحرك قوائمها في الجو حاول أن يوقفها على قوائمها فلم يقدر ارتفع في الجو ونادى رفاقه العصافير وطلب منها أن تهبط معه إلى الأرض تعاون الجميع وقلب السلحفات فأخذت تمشي وقالت للعصافير شكرا يا أصدقائي لن أنسى أبدا هذه المساعدة التي قدمتموها لي شادي شادي والعصفور في يوم من أيام الربيع كان الجو معتدلا والشمس مشرقة والسماء صافية قام شادي بنزهة في بستان قريب من بيته وبينما هو يتجول بين الأزهار والأعشاب سمع صوتا يناديه ويقول يا شادي تعال إلي وساعدني اقترب شادي من مكان الصوت فشاهد عصفورا يرتجف من الخوف حمله بين يديه وقال ما بك أيها العصفور الصغير ماذا تريد مني لماذا لا تطير قال العصفور جناحي مكسور يا شادي لا أستطيع أن أطير بجناح واحد خذني معك إلى بيتك وداوي جرحي أخذ شادي العصفور إلى البيت نظف جرحه وضع عليه دواء ولف الجناح بضماض أبيض أحضر قفصا فيه وسماه كوكو بقي كوكو أسبوعا في القفص وشادي يعتني به يقدم له الحبوب ليأكل والماء ليشرب حتى شفي الجرح وصار يحرك جناحيه فقال لشادي لقد صرت قادرا على الطيران وأحب أن أحلق في الفضاء فتح شادي باب القفص وقال لصديقه كوكو اذهب يا كوكو وساعد غيرك كما ساعدتك ودع كوكو شادي وقال له ما ألطفك يا صديقي ثم رفرف بجناحيه مسرورا وطار فوق الحقول والبساتين والأنهار والأودية وشاهد رفاقه العصافير تغرد على الأشجار وترفرف في الفضاء إن خفض كوكو قليلا نحو الأرض فشاهد سلحفات مقلوبة على ظهرها وهي على وشك السقوط في الهاوية اقترب منها اقترب منها فوجدها تحرك قوائمها في الجو حاول أن يوقفها على قوائمها فلم يقدر ارتفع في الجو ونادى رفاقه العصافير وطلب منها أن تهبط معه إلى الأرض تعاون الجميع وقلب السلحفات فأخذت تمشي وقالت للعصافير شكرا يا أصدقائي لن أنسى أبدا هذه المساعدة التي قدمتموها لي موسيقى دعم